تحت رعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل نظم مجلس القضاء الاتحادي ملتقى آليات العلاج الأسرية وذلك تحت شعار الحل بأيدينا وذلك في قصر الثقافة بالشرقة ناقش الملتقى عدة محاور منها دور الموجه الأسري في إنهاء الخلافات والجوانب التشريعية والإصلاحية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يهدف الملتقى إلى توعية بمشكلة الأسرة وبحث حلول تجاوزها وآلية التعامل معها ونشر ثقافة العلاج الأسري والتعريف بمحاورها لما في ذلك من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع